أمناً مع العام الهجري الجديد تزينت الكعبة المشرفة بثوبها الجديد والأغلى على مستوى العالم وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تراعي في مخرجاتها أعلى المعايير العالمية اتجهت أنظر المسلمين إلى الكعبة المشرفة لمشاهدة ثوب بيت الله الحرام بعد أن تغير الموعد منفجر يوم عرفة إلى أول أيام شهر محرم من كل عام في السنة الهجرية في كل عام ينسج مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة رداء من الحرير الأسود الطبيعي الخالص مطرزاً بأسلاك فضية مطلية بالذهب البراق تشكل آيات قرآنية وتسبيحات ليكسو جدران البيت العتيق منذ عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عام 1927 إذ افتتح في عهده دار متخصصة لصناعة الكسوة في مكة المكرمة أنتجت أول كسوة سعودية للكعبة وبعدها انتقل إلى مصنع كسوة الكعبة في عام 1977 في أم الجود أحد أحياء مكة المكرمة ويعتبر مصنع نسيج ثوب الكعبة من أكبر المنشآت المتخصصة في حياكة الحرير وتطريزه وعلى خطوات عمل نحو 200 فني وإداري متخصص لإنجاز هذا الرداء البهي ستتعرف على تاريخ المجمع وعلى مراحل صناعة كسوة الكعبة وعلى طريقة استبدالها إذ يتضمن المجمع أقساما عدة منها المصبغة النسيج الآلي النسيج اليدوي الطباعة الحزام الخياطة وتجميع الكسوة وتستغرق صناعة الكسوة ما يقارب تسعة أشهر إذ كانت الأنظار تترقب بلهفة مراسم اكتساء الكعبة في حلتها الجديدة كل عام بعد صلة فجر اليوم التاسع منذ الحجة إلا أنه في عام 1444 هجريا تغير موعد استبدال كسوة الكعبة فأصبح في غرة شهر محرم